وليس هناك أجمل من أن نصحب الدكتور العثماني لبيت الأسرة بإنزكان حي ترى النور وإلى المكان الذي شاهد الخطوات الأولى والكلمات الأولى وكذا الحي الذي احتضنت أزقته شغب الطفولة مستد العثماني هذا بيت الأسرة من أهل الواليد العثمو في بداية الستينيات وفيها دزنا الطفولة وفيها دزنا المرحلة للشباب كلها وأكيد هذا الشرع واقعي لا شاهد على شغب طفولة شاهد على كثير من الحوادث إلى آخر أنا كنت تذكر بأنه في هذا الزنقالي لدينا كنت تعلمت دراجة بشكلت عندي ستنين ذلك الساعة وكانت عندنا واحدة دراجة كبيرة فنزلت مع ذلك هي تهويدة فما عرفتش من فلاني فضربت هذا الحط فكانت بقي مطبوعة في الذكرية وأكيد هي تعليمة النولة هي أول تعليمة طبعاً إذاً نتمدلهم دخلوا معاً وإياك مرحباً أهلا للحجة لا باز لا باز عليك لا باز حدي لي خير صحيح أهلا باز الله يطول عمرك الله يطول عمرك أهلا باز أهلا باز إن تباك الله عليك بغيت نعرف منك السي سعد الدين هو واحد من وليداتك كاملين ولكن كيف هش شنو يلغ شنو يلغ شنو يلغ شنو يلغ اللي كتما يزوع لخوتو الأخرى ها هي عنده السياسة في الدن من الصغير لا يكتب ذاك الشي وعنده هذه السياسة و تربيت دياله كيف كانت؟ كانت مزيانا؟ لا مزيانا لا ما تعبك شيء؟ ما عيكش في الترابي دياله؟ لا 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 كل دريء وشكل دياله هو؟ لا هو مهدن هو مهدن ليقال ليه باه ما يدزوك و في الدار؟ كان يعاول شوية يتعا 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 لا ناضمن بلصة يتعا نحن كنعرفوه لا 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 ناضمن بلصة يتعا 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 بحال مصلح بقى مصرحة و يغسل الشعر عادي نعس الحمد لله التربية ديالواليدة والواليدة هي اللي استطعت الترفينا وعطتنا واحد ما صارت في الحياة ووجهتنا الله يخليها ومبرق الله فيكم شكرا عمون ربي وعطتنا واحد ما صارت في الحياة ووجهتنا الله يخليها ومبرق الله فيكم شكرا ودكتور سعدين العثماني متزوج وابل ثلاثة أبناء خولة نجم الدين ومروى نزوره في بيته في غياب الإبن المتواجد خارج أرض الوطن للدراسة أستاذ العثماني كما علمت أن الزوجة هي أمازيغية فسؤالي الأول ماذا كان صدفة؟ اختيار الزوجة أمازيغية أو كان ضرورة أم صدفة؟ في الحقيقة كان غير صدفة ما كان شبالي نهائيا حتى تزوجنا عاد عرفت بأنها من أصول أمازيغية وأسرها مستوطنة في الدر البيضاء يعني ما أرى الآن تعيش في منطقة أمازيغية نعم، والزواج كان زواج تقليدي أو نص نص؟ بينهما نص نص بينهما نص نص بينهما نص نص نعم نعم سيدة حليما أنتي الزوج دي هلك رجل سياسة مفكر من شغل على البيت هو في الأسرة مع الأولاد ومع الولد والبينتين كيف حلقتوا بهم؟ الدكتور العثماني كما قلت هو يعني إنسان عادي في حياته الشخصية سواء كزوج أو كأب والعلاقة دياله بالأبناء دياله يعني في الصغار مني كانوا صغار كانت واحدة المساعدة كانت الانشغالة دياله لازالت يعني ماشي كثيرة كانت واحدة النوع من المساعدة وكان يعني مهم كنا كانت تقاسموا المسائل كاملة اللي مطلقة يعني الدكتور العثماني كي عاون في البيت نعم هو ما عنده مشكلة ربما من الأزواج القلائي اللي ما عنده مش ديك الفكرة لأنه يعني الراجل ما مخصوشي حاول المرأة هو تعاون ما عنده مش هالفكرة نهائية ما التربية دياله كي البنتين والولد ما شاء الله واش كين اختلاف في التربية في علاقتهم به هل يفضي الكزوج المغربي اللي بصيفة عامة نشوفهم كيف تضلوا الولاد على البنات لا لا لما كانت شاهدة هو بالعكس البنت الكبرى ربما حضات بواحد المكانة خاصة أكثر من الخرين سوف نعطي الكلمة البنات نسمعوهم خولة مروا خولة بمعناني أنا البنت الأولى كان مني كنت صغيرة عندما عندي بزل بديت دكريات مع بابا كان كيلعب معايا كان كيلعبني في التراسة يعني عندي بزل بزل دكريات مني كساس ما كانش مشغول بزل من بعد مني جانج متين ومروا كان دي كساس شوية بدأت تدخل السياسة ودك شي كيف نديمك؟ عندي أنا ويا واحد العلاقة شوية زمام قاربي ما كانش القابل اللي صعيب القابل اللي وعر لا لا مي كيدخل كيخل عكوم لا لا بلاكس مي كيدخل كل شيء يسكت لا بلاكس كان بابا مي كيدخل في الباب كان بشي كنزري عنده يعني كانت العلاق ولا أخوات إخوان ديالكو بجوج يعني حقوقتك نفس الشيء اه تاهم حتى ملي دخل السياسة ودك شيء وتشغل بقاوة هو هو خام مي كيكون مشغول ملي كيارش عال الدار ديما كيسوا الكل وحد فينا شنو درشي في قرايتك شفينها اه بقلي تيمان ديما كمتابعنا خطوة بخطوة نعم مروى كم هو؟ نفس الشيء كما عرفت بأنكي أمازيغية من أصول ديل الأطلس نعم وهو منسوس نعم في العادات والتقاليد إذا كنا عرفونا الأسرة المغربية كان لدينا العيد الكبير وعندنا رمضان وعندنا عادات التقليد شنو كتديري أيهما توف الظيلين نحن في الحقيقة وخال أصول دينا من منطقة الظيلال ولكن الوالد دينا اللي يرحمه كبر في الضر بيضاء يعني إحنا خذينا العادات دينا الضر بيضاء ولكن من اللي تزوجت يعني ما كنتش كان عرف الأمازيغية تعلمت بعض الأمور كان فهم دبا سبدي الأمور لأنه ما في البيت كيتكلمو بالأمازيغية والعادات تقريبا كلها ديال السوس لأننا لدينا العادات ديال ضربة طمان كتحاولي تشوف شنو العادات اللي كين عادات اللي عجباتني واللي نساجمت معها وكتديريها في خاصة في المناسبات في الأعياد لأن الأغلبية في مثلا العيد الأضحى كنمشي ولا ينزقان كندوز وتمنا أغلبية الأسرة العثمانية هل يدخلك في المجال السياسي وكيتخلك في هذه المخاض وهذه السراعات هذا المجال هو هم لأي مواطن كيف ما بغي يكون والإنسان لا تقاسم في البيت مع واحد الإنسان السياسي وكيتخلك في هذا الهموم أي أي هموم أي هموم أي نعم ضايا مناقشات هاشنو طراج نعم نعم ضروري خصوصيات في الفعل السياسي العام لن يمكن أن تكون في أمور خاصة بأشخاصة أو الخاصة بموقع سياسي معيان هذا طبيعي ولكن هذه محدودة ولكن الباقي طبيعي يكون فيه نقاش عام نعم الأستاذ العثماني أنت التوجه الإسلامي الحجاب، اللباس كما لاحظت أن الوالدة عند اللباس تقليدي المغربي بشلابا والتام كما شفناها في الصور وكما مشينا للبيت لأبناء البنتين والزوجة بالعصري وأنت أيضا باللباس العصري فهذه المسألة هي اللباس وعلاقته بالتواجد الإنسان يبنو بيئته، يبنو عصره من كرش الواحد دائما في مجال التقاليد كان تطور في المجتمع الطبيعي نحن نمشي مع التطور دي المجتمع من كونس فوسط مجتمع في القرن الواحد والعشرين نبقاه في جميع المستويات بنفس تقاليد دير القرن الى عشرين مثلا لكن بعض الأمور اللي كنت تغير في المجتمع ضروري إحنا نحن نغير ما تكون شي حاجات اللي حرام في الدين إنه حاجات حرام في الدين نرى ما رح حبيها لكن تسهل الحياة أكتر تسهل الحركة تسهل التواصل تسهل التفاهم هذه كلها بالعكس بفيدة وبرمه ضروري في الحياة اعطتنا واحد ما صارت في الحياة ووجهتنا اللي يخليها وبرق الله فيكم شكرا اعطتنا واحد ما صارت في الحياة ووجهتنا اللي يخليها وبرق الله فيكم شكرا اعطتنا واحد ما صارت في الحياة ووجهتنا اللي يخليها وبرق الله فيكم شكرا اشتركوا في القناة